بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو دو هنشرح درس الإنسان والماء من منهج التربية الدينية الإسلامية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب في البداية نتعرف على ميزة خاصة بالأرض وهنا نتعرف بأن ربنا سبحانه وتعالى خاصة الأرض بميزة مختلفة عن بقية الكواكب وهي وجود الماء سائلا في البحار والمحيطات حيث تبلغ مساحة الماء أكثر من 70% من مساحة اليابس من الأرض طيب إيه خصائص الماء؟ من خصائص الماء بأنه سائل دائما بالإضافة إلى قدرته الفائقة على إذابة الكثير من المواد وللسبب ده بيدخل الماء في جميع صور الحياة في الأرض كجسم الإنسان ثلثيه من الماء بالإضافة لأنه من خصائص الماء بأنه إذا تجمد فإنه يصير ثلجا ويخف وزنه ويتمدد وفيطفو الثلج على سطح الماء طيب إيه أثر الكلام ده؟ أثر الكلام ده بأنه لما يتجمد سطح الماء بيبقى الماء في الأسفل سائلا لتعيش فيه الكائنات الحية ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى بأنه أعطى هذه الخصائص للماء ليكون الماء صالحا للحياة وسهل الاستخدام بعد كده بنتكلم عن الماء العذب فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده وبديع صنعه بأنه سقان من ماء البحر المالح ماء عذبا طيب إزاي بيحصل الكلام ده؟ بيشرح لنا الدورة بتاع تبخر المياه وإزاي بتتحول المياه المالحة إلى عذبة عن طريق تبخر مياه البحر بفعل الشمس بعد كده تتكون السحب بعد كده الرياح تسوق السحب لحيث يا شاء الله بعد كده ينزل المطر ماء عذبا والنتيجة خروج أشكال وألوان من نبات شتى طيب إيه هي فوائد المياه واستخدامتها؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا مجموعة من فوائد الماء واستخداماته فمثلا نخرج من البحر لحم طريا بالإضافة إلى أننا نستخرج منه حلية من اللؤلؤ والمرجان بالإضافة إلى توليد الكهرباء من خلال الاستفادة بقوة الدفاعه كالسد العالي مثلا في مصر على سبيل المثال بالإضافة للاستفادة منه في التنقل بالسفر والمراكب واتخاذ البحار مكانا لتحصيل البلاد بالأساطيل والغواصات بالإضافة لأننا نستفيد من المياه عن طريق إنتاج ألوان كثيرة من الغذاء ويبحث علماء عصرنا حاليا عن إنشاء مزارع محرية تقدم للبشرية غذاء أكثر مما تحتاجه إليه بعد كده نتعرف عن إزاي نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الماء فيجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى نعمة الماء وذلك عن طريق رقم واحد بأننا نزيد منافع الماء بالعلم والبحث حتى نفتح آفاق جديدة في استغلال البحار والأنهار زي مثلا إنشاء السدود أو الخزانات زي خزان أسوان والسد العالي بالإضافة للاستفادة منها في توسيع الرقعة الزراعية بعد كده برضو نشكر ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الأخذ بالأسباب العلمية في رأي الأرض والاقتصاد في استخدام الماء وعدم الإسراف فيه بالإضافة لأننا من مظاهر شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الماء بدنا نحافظ على الماء صافيا طهورا كما خلقه الله ولا نعرض الماء إلى التلوث طيب إزاي بنعصر ربنا سبحانه وتعالى في الماء بتكون معصية ربنا سبحانه وتعالى في الماء وكفرنا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى في عدم الاهتمام بالماء وتحويل المسطحات المائية لمصدر للأمراض والأوبئة وذلك يضر بصحة الإنسان وبالتالي فأنت هنا بتفسد الماء بإلقاء النفايات فيه أين كان مصدر هذه النفايات وبالتالي هي معصية أنت بتعصر ربنا سبحانه وتعالى فيها وهنا برضو أنت مبتحت يعني مش نعمة ربنا سبحانه وتعالى ليك وبالتالي ربنا هنا هيحسبك على التصرف ده طيب إزاي تكون التوعية بحسن استخدام المياه القرآن الكريم في البداية أشار لأهمية الماء في قوله تعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي فالماء هو أصل كل الأحياء وهو سبب الحياة لجميع الكائنات طيب إيه اللي يجب علينا بناءنا على الحاجة دي يجب علينا بأننا نحافظ على المياه من الضياع والتلوث بالإضافة لأننا ننشر الوعي بالنظافة والصحة والجمال بين زملائنا وإخواننا بالإضافة إلى عدم الإصراف في الماء وإرشاد الآخرين للمحافظة على الماء وعدم إهماله وبذلك تدوم نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا ونطيعه في حسن استخدامنا لهذه النعمة أدامها الله علينا وعليكم بكذا نكون أنهينا درس الإنسان والماء بنتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق ونتمنى تشرفونا باشتراكم في القناة ترجمة نانسي قنقر